أيها رحوة بالله إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له لم يخلقهم ثدا ولا عبثا وإنما خلقوا ليعبدوا الله تجالا وإساءا نفورا وإناء عربا وعجما جنا وإنسا كلهم خلقوا ليعبدوا الله لم يخلقوا عبثا ولا ثدا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريدوا أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المثيد وإذن عبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا فقال سبحانه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلهم تتقون وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يبدوا الله وتنبوا الطاهوت قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إن لا نحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سداء أي مهمل المعطلاء لا يمر ولا ينهى كلا قال تعالى من كان المشركين أفحسبتم أنما خلقناكم عبداء لي أفضلنتم هذا الظن؟ الله إنما خلق الخالق ليعبد وحده لا شريك له وهذه العبادة هي دين الإسلام هي الإيمان والهدى هي التقوى والبر هي توحيد الله وطاعة هذه العبادة سمها الله إسلاما فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وسمها إيمانا فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وسمها هدى فقال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى وسمها برا فقال تعالى ليس البر أن تولوا ودوهكم قبل بشر مغرب ولكن البر منامنا بالله واليوم الآخر ولكن البر منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية وسمها تقوى فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك وذلك بذوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله برسول ورسوله من أبل الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك والإيمان بملائكة الله وخطبه ومن رسله واليوم الآخر ومن قدر خيره وشره فالواجب عليك يا عبد الله وعليك إئامة الله الإيمان بالله ورسوله تحققوا هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه ومقوفه عند حدوده هذا هو دين الله وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها وهذا هو الإسلام والإيمان إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى اليوم أكبرت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا